أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 189 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد ليرتفع عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 3333 حالة الوزارة أفادت في بيان لها أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة مع تسجيل وفاة 11 مصاباً ما يرفع عدد الوفيات إلى 250 في المقابل جرى خلال 24 ساعتنا الأخيرة تسجيل 89 متعافي جديداً من المرض ليرتفع إجمال المتعافي من الفيروس إلى 821 حالة وأكد ذات المصدر أن جميع حالات الإصابة تخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية السلطات المصرية تفرض منذ الرابع والعشرين من مارس الماضي حضرة جوال الليلي مددته حتى الثالث والعشرين من أبريل الجاري وذلك دائماً في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا ترجمة نانسي قنقر